استهل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتوجه بخالص الشكر والتقدير باسم مجلس الوزراء لشعب مصر العظيم بعد أن ضرب أروع الأمثلة في الوعي وفي إدراك ما يحيط بالمنطقة كلها من تحديات فاستفى في لجان الانتخابات الرئاسية للتعبير عن رأيه ولتأكيد حضوره في هذا المشهد السياسي الأهم كما تقدم رئيس الوزراء بالشكر لشباب مصر الذين تصدروا المشهد الانتخابية وعبروا أيضا عن وعيهم الشديد ووطنيتهم وتمسكهم بحقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم وفي سياق آخر أكد رئيس الوزراء أهمية بحث المزيد من الآليات التي من شأنها أن تسهم في التعامل مع أي زيادات في أسعار السلع الاستراتيجية وضرورة العمل على توافر مختلف السلع بالأسواق كما أشار مدبولي إلى الجهود المبذولة للتعامل مع أزمة السكر الحالية والتحركات التي اتخذتها مختلف أجهزة الدولة لحل هذه الأزمة مؤكدا تكاتف الجهود لسرعة حل هذه المشكلة